درسنا اليوم أهداف درسنا اليوم سوف نحدد تركيب ووظيفة جهاز الدوران سوف نقارن بين أنواع الأوعية الدموية سوف نوضح تركيب القلب وكيف ينبض بانتظام سوف نتعرف على كيفية تدفق الدم في الدورة الدموية الكبرى والدورة الدموية الصغرى أولا مكونات جهاز الدوران جهاز الدوران هو جهاز النقل في الجسم يتكون من أجزاء رئيسية الأجزاء هي يتكون من الدم القلب الأوعية الدموية والجهاز اللمفي يعد الجهاز اللمفي جزء من جهاز الدوران وجهاز المناعة حيث أن الجهاز اللمفي يعد جزء من جهاز الدوران لوجهاز النقل وجهاز المناعة هذه الأجهزة تعمل معا كلها للحفاظ على الاتزان الداخلي للجسم نرى هنا صورة مصغرة للجهاز الدوري الذي يتكون من القلب يتكون من الأوعية الدموية يتكون من الشعيرات الدموية وأيضا يتكون من الدم الذي يسري من خلالها نأتي الآن إلى وظائف جهاز الدوران لماذا الله سبحانه وتعالى وهب لنا جهاز الدوران؟ من أهم وظائف جهاز الدوران أنه ينقل لنا الكثير من المواد المهمة للجسم مثل أهم مادتين الأكسجين والغذاء والعديد من المواد المهمة ينقلها جهاز الدوران إلى خلايا الجسم أيضا يعمل لما ينقل لنا المواد المهمة يعمل جهاز الدوران على التخلص من الفضلات مثل ثاني أكسيد الكربون إذن جهاز الدوران ينقل لنا مواد مهمة ويساعد في التخلص من الفضلات وبالتالي يحقق لنا أيضا الاتزان الداخلي في الجسم أيضا يحمل الدم تحديدا مواد ينتجها جهاز المناعة للجسم فبالتالي هذه المواد تساعد في مهاجمة مسببات المرض أيضا يوزع جهاز الدوران الحرارة على كافة أجزاء الجسم توزيع الحرارة يساعد على تنظيم درجة حرارة الجسم في المعدل الطبيعي أيضا يحتوي الدم على بروتينات ومواد تسبب تخثر الدم عند حدوث الجروح وبالتالي ممكن أن نتفادى حدوث النزيف الآن سوف نقارن بالتفصيل وبشكل مركز بين أنواع الأوعية الدموية ما هي الأوعية الدموية؟ الأوعية الدموية تكون في ثلاثة أنواع الشرايين، الأوردة، والشعيرات الدموية سوف نتكلم بالتفصيل عن كل نوع من هذه الأنواع من الأوعية الدموية أولا الشرايين، ما هي الشرايين؟ الشرايين هي أوعية دموية تنقل الدم المؤكسج أي الدم المحمل بالأكسجين ما عدا استثناء بسيط هو الدم أو عفوا الشريان الرأوي الذي يحمل الدم الغير مؤكسج هذه الأوعية التي تنقل الدم المؤكسج تنقله بعيداً عن القلب لتأخذ الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسد هذه الشرايين في المقابل نرى الأوردة هي عبارة عن أوعية دموية تنقل الدم الغير مؤكسج أي الدم الذي لا يحتوي على الأكسجين ما عدا استثناء الأوردة الرأوية التي تنقل الدم المؤكسج وسوف نتطرق إلى هذا الموضوع لاحقاً هذه الأوعية الدموية تنقل الدم الغير مؤكسج من جميع أجزاء الجسم وتعيده إلى القلب إذن الأوردة سوف تكون عكس الشرايين الشرايين تنقل الدم بعيداً عن القلب في حين الأوردة ينقل الدم أو تنقل الدم إلى القلب نأتي إلى الشعيرات الدموية ما هي الشعيرات الدموية؟ الشعيرات الدموية هي أوعية دموية دقيقة بحيث تكون ججارها يتكون من طبقة واحدة فقط من الخلايا لماذا؟ فسر عزيز الطالب لماذا يتتكون أوعية دموية من طبقة واحدة من الخلايا؟ تركيبها هذا يسمح بتبادل المواد من الدم أو بين الدم والخلايا ذكرنا سابقاً أن من فوائد جهاز الدوران أنه عملية تبادل المواد المهمة بين الدم والخلايا إذن الشعيرات الدموية تسمح لتأديات هذه الوظيفة سوف نقارن الآن بشكل مركز أكثر بين الشرايين والأوردة نلاحظ هنا عزيز الطالب هذا هو شكل الشريان وهذا هو شكل الوريد ماذا نلاحظ الاختلاف؟ سوف نرى أن الطبقة الوسطى هنا سميكة أكثر من الطبقة الوسطى في الأوردة بينما يتفقون منهما يتكونون من ثلاث طبقات لنقارن الآن بينهما اتجاه حركة الدم كما ذكرنا الشرايين تنقل الدم عفوال من القلب إلى الجسم بينما الأوردة العكس من الجسم إلى القلب هذه بالنسبة إلى اتجاه حركة الدم نأتي إلى نوع الدم الشرايين تنقل الدم المؤكسج بينما الأوردة الغير مؤكسج معدل الاستثناءات التي ذكرناها تركيب الجدار كما نرى من الشكل كل وعاء دموية تكون من ثلاث طبقات توجد اختلاف بسيط فقط فالشرايين تتكون من ثلاث طبقات سميكة هذه الطبقات عبارة عن الطبقة الخارجية التي تتكون من نسيج الضام يحتوي على عضلات مرنة الطبقة الوسطى تكون عضلية ملساء وتكون أسمك من الطبقات الأخرى هذه الطبقة الوسطى والطبقة الداخلية هي عبارة عن صف واحد من الخلايا الطلائية نلاحظ هنا الطبقة الداخلية صف واحد من الخلايا الطلائية الطبقة الوسطى التي تتكون من عضلات ملساء ونسيج الضام الذي يكون للطبقة الخارجية نأتي الآن إلى الأوردة تتركب جدران الأوردة من نفس الطبقات الثلاث كما في تركيب جدار الشرايين نلاحظ تتكون أيضا من نسي جضام تتكون من عضلات ملساء وتتكون من أيضا طبقة ضلائية داخلية ما الفرق كما ذكرنا بين الوريد والشريان الفرق أن طبقة الخلايا العضلية هذه الطبقة تكون أقل سمكا منها في الشريين نلاحظ هنا الطبقة تكون أكثر سمكا في الشريين بينما أقل سمكا في الوريد نأتي الآن أعزائي الطلبة إلى الصمامات بالنسبة لوجود الصمامات ما هي الصمامات؟ الصمامات هي أجزاء تتحكم في اتجاه سريان الدم في جهاز الدوراء نرى هنا أن الشريين لا تحتوي على الصمامات لا تحتوي على الصمامات بما عدى الصمام الرئوي والأوردي بينما الأوردة تحتوي على الصمامات وسوف نتكلم عنها في الشرائح القادمة نأتي الآن إلى آخر أنواع الأوعية الدموية وهي الشعيرات الدموية ما وظيفة الشعيرات الدموية؟ يتم من خلال الشعيرات الدموية كما ذكرنا سابقا تبادل المواد والتخلص من الفضلات هذه هي وظيفة الشعيرات الدموية بالنسبة إلى تركيب الجدار يتكون الشعيرات الدموية من طبقة واحدة فقط من الخلايا الطلائية ما سبب وجود الطبقة الواحدة من الخلايا الطلائية؟ سبب وجودها لتسمح كما ذكرنا سابقا بتبادل المواد بين الدم وخلايا الجسم بسهولة عن طريق عملية تدعى عملية الانتشار البسيط حجمها تكون الشعيرات الدموية صغيرة جدا بحيث تسمح بمرور خلية الدم منفردة فقط من خلالها نرى هنا الأوعية الدموية هنا الشريان يتكون من ثلاث طبقات ونلاحظ هنا عدم وجود الصمام نرى هنا الوريد يتكون أيضا من ثلاث طبقات ونلاحظ هنا وجود الصمام بينهما الشعيرات الدموية نرى هنا أنها تتكون من طبقة رقيقة جدا لتسمح بتبادل المواد نشاط رقم واحد لنختبر معلوماتنا الآن فسري الطبقة الوسطى في الشرايين تكون أكثر سمكا من الطبقات الأخرى في الأوعية الدموية الأخرى ذكرنا سابقا أن الشرايين الطبقة الوسطى تكون أكثر سمكا ما سبب ذلك في رأيكم؟ نفكر معا الجواب لكي تتحمل ضغط الدم العالي الذي يضخ من القلب إلى الشرايين كما ذكرنا سابقا أن الشرايين مهمته هي ضخ الدم من القلب إلى جميع أجزاء الجسم في هذه الحالة يكون ضغط الدم العالي لذا تحتاج أن يكون سمك الطبقة الوسطى في الشرايين بشكل أكثر سمكا من الطبقات الأخرى بسبب الوظيفة التي تؤديها أحسنتم التفسير الثاني تحتوي الأوردة الكبيرة على صمامات ما سبب احتواء الأوردة الكبيرة على الصمامات؟ لنفكر معا ذكرنا سابقا وجود الصمامات في الأوردة ما سبب وما أهمية وجودها؟ نعم سبب وجود الصمامات في الأوردة هي التي تمنع الدم من الرجوع في الاتجاه المعاكس لجريانه أي تسمح بانتقال الدم في مسار واحد فقط في الجسم وتمنع أن الدم يرجع في الاتجاه المعاكس وبالتالي قد يسبب مشكلة لنوضح الآن التركيب الثاني من تركيب أجزاء الجهاز الدوري ألا وهو القلب ما هو القلب؟ القلب هو عضو عضلي أجوف يكون بحجم قبضة اليد يوجد في منتصف الصدر تقريبا هو عضو عضلي أجوف كما نرى سوف يمتلأ بالدم يوجد في منتصف الصدر مما يتركب هذا القلب؟ يتركب القلب من أربع حجرات حجرتان يشكلان الجزء العلوي هما الأذين الأيسر والأذين الأيمن وظيفة الحجرتان اللي يشكلان الجزء العلوي هو استقبال الدم العائد إلى القلب وتوجد أيضا حجرتان يشكلان الجزء السفلي من القلب هما كما نرى البطين الأيمن والبطين الأيسر وظيفة هاتان الحجرتان أنهم يضخان ماذا؟ الدم بعيدا عن القلب لذا نرى أعزاء الطلبة أن الأربع حجر التي يتكون منها القلب حجرتان يستقبلان الدم العائد إلى القلب وحجرتان يضخان الدم بعيدا عن القلب لذا فالقلب يؤدي وظيفتين لضخ الدم في الوقت نفسه فالقلب يضم أو عفوا يضخ الدم المؤكسج إلى كافة أنحاء الجسم أيضا القلب يضخ الدم الغير مؤكسج إلى الرئة فبالتالي مع هذه المعلومات تمكننا من معرفة وظيفة القلب وتركيب القلب نلاحظ من خلال الرسم يفصل الجانب الأيمن عن الجانب الأيسر من القلب نلاحظ هنا جدار عضلي قوي ولكن نلاحظ أن الجدار العضلي الجدار العضلي بين الأذينين يكون أقل سمكا من الجدار العضلي بين البطينين فسر عزيز طالب لماذا يكون الجدار العضلي بين الأذينين أقل سمكا منه في البطينين السبب لصغر حجم العمل الذي يؤديانه الأذينين مقارنة بعمل البطينين صمامات القلب ذكرنا من سابقا وجود صمامات في الأوعية أيضا هنا سوف نرى صمامات توجد أيضا في القلب ما أنواع هذه الصمامات؟ توجد صمامات ذات الشرفات والصمامات الأبهري والرأوي ما هي الصمامات ذات الشرفات؟ الصمامات ذات الشرفات هي الصمامات التي تفصل الأذينين عن البطينين ويوجد منهم اثنان صمام ثلاثي الشرفات وصمام ثنائي الشرفات نلاحظهم هنا هذا هو الصمام ثنائي الشرفات يفصل بين الأذين والبطين وصمام ثلاثي الشرفات يفصل أيضا بين الأذين والبطين ما وظيفة هذان الصمامات؟ وظيفتهما يحافظ أو يحافظان على جريان الدم في اتجاه واحد نأتي إلى النوع الآخر من الصمامات هما الصمامات الأبهري والرأوي هي صمامات توجد بين كل بطين والأوعية الدموية الكبيرة التي تنقل الدم بعيدا عن القلب مثل الصمام الأبهري الأورطي والصمام الرئوي نراهم؟ هذا هو الصمام الرئوي نلاحظ هنا بين البطين والشريان والصمام الأبهري هذا هو ما وظيفة هذان الصمامات؟ تمنع رجوع الدم إلى البطين عند انبساطهما ذكرنا سابقا أن القلب يتكون من أربع حجرات الأربع حجرات في القلب تعملان معنا على عمل القلب بشكل منظم عمل القلب عمل نبض القلب ينقسم إلى مرحلتان المرحلة الأولى تحدث عندما يمتلأ الأزينان بالدم فينقبضان ليمتلأ البطينان بالدم في البداية الأزينان هنا سوف يمتلئان بالدم ينقبضان لينتقل الدم إلى البطينان هذه هي المرحلة الأولى المرحلة الثانية تحدث عندما البطينان هنا ينقبضان ويضخان الدم إلى خارج القلب إلى الرئتين وإلى صائر الجسم لما ينتقل الدم إلى الخارج إلى الرئتين وإلى صائر الجسم فهنا يبتعد الدم عن القلب طبعا عملية هذه عمل القلب ونبض القلب تكون بانتظام على مدار اليوم سواء كان الجسم في حالة استيقاظ الجسم في حالة نوم عمل القلب يكون باستمرار استمرارية عمل القلب تحتاج إلى منظم إلى جزء ينظم لنبضات القلب ما هو هذا الجزء؟ يوجد جزء يدعى بالعقدة الجيبية الأذينية نلاحظ هنا هذه هي العقدة الجيبية الأذينية توجد في الأذين هذا الجزء يرسل إشارات تجبر عضلات القلب على الإنقباض وخصوصا حين تستقبل هذه العقدة منبها داخليا يتعلق بحاجة الجسم للأكسجين لذا نلاحظ عند القيام بمجهود كبير أو في حالة خوف أو أي مجهود والجسم تنقص عند حالة الأكسجين نلاحظ أن دقات القلب تتسارع لماذا تتسارع؟ بسبب هذه العقدة ترسل إشارات تجبرها عضلات القلب على الإنقباض بشكل سريع لحصول الجسم على الأكسجين فمنظم النبض يحدد لسرعة ضربات القلب أيضاً هذه بالنسبة إلى الأذين البطينان كيف ينقبض البطينان؟ توجد أيضاً هنا عقد جيبية أيضاً عفواً تسمى العقدة الأذينية البطينية تكون بين الأذين والبطين ما وظيفتها؟ أيضاً وظيفتها أنها تسبب لإنقباض البطينين وبالتالي لما ينقبض الأذينين والبطينين تتم هنا نبضات القلب الكاملة ماذا؟ الآن لنراجع بعض المعلومات العامة أعزائي الطلبة التي قد تكون لكم خلفية أو معلومات سابقة عنها بالنسبة إلى النبل عادة عزيزي الطالب عزيزة الطالبة ينبض القلب سبعين مرة تقريباً في الدقيقة فعند لمس الرزق بشكل هادئ وبرفق يمكن الشعور بهذا النبل طبعاً عدد المرات التي ينبض فيها الشريان يساوي عدد المرات التي ينبض فيها القلب بالنسبة لضغط الدم ما هو ضغط الدم؟ لما نعاني مثلاً من ارتفاع في ضغط الدم أو هبوط في ضغط الدم ما هو ضغط الدم؟ ضغط الدم هو قياس لضغط الدم الواقع في جدران الأوعية الدموية الأوعية الدموية مثل الشرين فمعدل ضغط الدم الواقع على جدران الأوعية الدموية عند الإنسان البالغ الطبيعي السليم يكون 120 على 80 120 ضغط انقباضي و80 ضغط انبساطي الآن لنرتاح قليلاً ونجيب على هذا النشاط لنتأكد من معلوماتنا تأملوا أعزائي الطلبة الشكلين رقم واحد ورقم اثنين هذا الشكلين ماذا يمثلان؟ أولاً ما نوع التركيب رقم واحد؟ ما هو نوع التركيب رقم واحد؟ ما نلاحظ تركيب رقم واحد؟ سوف نقول بعض المعلومات التي تساعد في التوسط إلى الجواب رقم واحد هو عبارة عن وعاء دموي ينقل الدم من الجسم إلى القلب ويحتوي على صمامات إذن لنفكر ما هو الوعاء الدموي الذي ينقل الدم من الجسم إلى القلب ويحتوي على صمامات؟ أي نوع من الأوعية التي ذكرناها سابقاً؟ نعم صحيح إنه الوريد إذن التركيب رقم اثنين هو ماذا؟ ما هو التركيب الثاني؟ تركيب رقم اثنين هو عبارة عن وعاء دموي ينقل الدم بعيداً عن القلب ويتميز بطبقة وسط سميكة من بقى لدينا من الأوعية الدموية؟ بقى لدينا الشريان وبقى لدينا الشعيرات الدموية من الذي يمثل رقم اثنين؟ لنفكر ينقل الدم بعيداً عن القلب ويتميز بطبقة وسط سميكة نعم إنه الشريان بينما الشعيرات الدموية تتكون من طبقة واحدة رقيقة جداً الآن الجزء الثاني من هذا النشاط لنصنف الأوعية الدموية لنلاحظ هذا الشكل الثاني لدينا أوعية دموية A, B, C, D لننصنفها أي من هذه الأوعية تنتمي إلى تركيب رقم واحد الوريد وأي منها تنتمي إلى تركيب اثنين الشريان لنفكر معاً ونتأمل الشكل نعم ألف ينتمي إلى واحد عبارة عن وريد الأجوف نعم نأتي إلى الوعاء بي ينتمي إلى التركيب رقم اثنين طبعاً الوعاء بي هو عبارة عن الشريان الأبهر C، نلاحظ أنه أيضاً ينتمي إلى رقم اثنين وهو عبارة عن شريان وفي الأخير D وهو الوريد الذي ينقل الدم نأتي الآن إلى طريقة تدفق الدم في الجسم يتدفق الدم في جسم الإنسان أعزائي الطلبة خلال حلقتين أو دورتين الدورة الأولى تسمى بالدورة الدموية الصغرى ينتقل من خلالها الدم إلى الرئتين والعودة من الرئتين إلى القلب بينما تدعى الدورة الثانية بالدورة الدموية الكبرى ينتقل الدم إلى الجسم ويعود إلى القلب نلاحظ هنا الدورة الدموية طبعاً هنا في هذه الحلقة تكون الدورة الدموية الصغرى وهنا الدورة الدموية الكبرى سوف نشرحها الآن بالتفصيل طبعاً الدورة الدموية الصغرى سوف نبتج من القلب في حجرة الأذين الأيمن ينتقل الدم الغير مؤكسج من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن ثم ينتقل من البطين الأيمن إلى الشريان الرأوي الذي بدوره ينقل الدم من خلال الشعيرات الدموية إلى الرئتين حيث في الرئتين هنا يحمل بالأكسجين ويترك ثاني أكسيد الكربون إذن نأخذ مادة مهمة هي الأكسجين ونترك ثاني أكسيد الكربون ثم ينتقل عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين الأيسر مرة أخرى في القلب هذه هي الدورة الدموية الصغرى فننتهي عند الأذين الأيسر في الدورة الدموية الكبرى سوف نتعامل هنا مع دم مؤكسج مثل ما انتهينا في الدورة الدموية الصغرى من الأذين الأيسر سوف نبتدأ هنا بالأذين الأيسر الذي يحمل الدم المؤكسج إلى البطين الأيسر البطين الأيسر سوف يضخ الدم بعيداً عن القلب من خلال الشريان الأبهر الكبير الذي يحمل الدم من خلال الشعيرات الدموية إلى جميع أجزاء الجسم لذا نلاحظ أن الشريان الأبهر يكون الضغط الدم فيه عالي جداً بسبب أن لديه وظيفة كبرى وهي حمل الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم في أجزاء الجسم سوف الدم يترك في خلايا الجسم الأكسجين ويحمل سوف يخلص خلايا الجسم من ثاني أكسيد الكربون ثم الدم الغير مؤكسج الآن سوف يذهبان إلى الوريدان الأجوف من الوريدان الأجوف إلى الأذين الأيمن لنرجع الدورة من جديد هذه الدورة الدموية الكبرى والصغرى التي يبينان كيفية تدفق الدم في الدورة الدموية الآن في النهاية أعزاء الطلبة بعد المعلومات الواسعة التي تعلمناها عن الدورة الدموية والجهاز الدوران سوف نختبر نفسنا بهذه الأسألة أي مما يلي هو المسار الصحيح للدورة الدموية الكبرى؟ نركز هنا أعزاء الطلبة الدورة الدموية الكبرى من أي مسار سوف أبتدأ؟ يلا نفكر معا أي مسار ذكرته أنا سابقا نبتدأ فيه الدورة الدموية الكبرى هل هو الأذين الأيمن أو الأيسر البطين الأيسر أو البطين الأيمن؟ لنفكر إجابة صحيحة نبتدأ بالبطين الأيسر ثم الشريان الأبهري ثم جميع أجزاء الجسم ثم يعود مرة أخرى إلى القلب أحسنتم أي مما يلي يحدث للدم في الرئتين؟ ماذا يحدث للدم في الرئتين؟ هل الدم سوف يحمل بالأكسجين؟ وثاني أكسيد الكربون معا في الرئتين؟ أو الدم يحمل بالأكسجين في الرئتين ويترك ثاني أكسيد الكربون؟ أو يحمل فقط بالأكسجين والغذاء؟ أو يحمل بالأكسجين فقط؟ الجواب نعم واضح أعزائي الطلبة أن الأكسجين سوف يحمل في الدم ويترك ثاني أكسيد الكربون؟ هذا هو الجواب الصحيح نأخذ الفائدة المهمة للجسم ونترك الفضلات وهو ثاني أكسيد الكربون السؤال الدم المؤكسج الذي يغذي الطرفين السفليين يغادر القلب من ماذا؟ الدم المؤكسج الذي يغذي الطرفين السفليين لدينا في الجسم يغادر القلب من؟ هل يغادر القلب من البطين الأيسر أو البطين الأيمن؟ الأذين الأيمن أو الأذين الأيسر؟ نعم الجواب الصحيح هو البطين الأيسر لأن من خلاله سوف ينقل الدم إلى الشريان الذي من خلاله سوف يغذي جميع أعزاء الجسم بالدم الاختبار الأخير أعزاء الطلبة وسوف نختم هذا الدرس ضع الرقم المناسب في الشكل أمام ما يناسبه من العبارات التالية يوجد هنا لدينا شكل القلب سوف نلعب لعبة التوصيل الآن اختاري كل عبارة بما يناسبه من الرقم المناسب أولاً أحد حجرات القلب تستقبل دم أحمر داكن من الجسم نلاحظ الرسم ما هي الحجرة التي تستقبل دم أحمر داكن دم أحمر داكن يعني ماذا عزيز الطالب؟ دم أحمر داكن يعني دم غير مأكسج ونلاحظ هنا الحجرة تستقبل الدم ما هي هذه الحجرة؟ بأحد حجرات القلب تستقبل أيضاً تستقبل الدم من الرئتين وعاء يكون فيه أعلى ضغط للدم وعاء يمر فيه الدم من أعلى الجسم إلى القلب أحد حجرات القلب ترسل الدم إلى كل الجسم ووعاء ينقل الدم المأكسج إلى جميع أجزاء الجسم يا عزيزي الطالب عزيزة الطالبة لنصل بين العبارة المناسبة بالرقم المناسب أحد حجرات القلب تستقبل دم أحمر داكن من الجسم هي أي حجرة من الحجرات؟ نعم هي الحجرة رقم خمسة ألا وهي ماذا؟ الأذين الأيمن الأذين الأيمن أحد حجرات القلب تستقبل الدم من الرئتين أيضا نحن في الأجزاء العلوية رقم اثنين يستقبل الدم من الرئتين هو الأذين الأيسر وعاء يكون فيه أعلى ضغط للدم كما ذكرنا سابقا هو الشريان الأبهر الذي يكون فيه أعلى ضغط للدم لماذا ذكرنا يكون فيه أعلى ضغط للدم؟ لأنه ينقل الدم إلى جميع أجزاء الجسم وعاء يمر فيه الدم من أعلى الجسم إلى القلب رقم أربعة ألا وهو الوريد الأجواف ممتاز أحد حجرات القلب ترسل الدم إلى كل الجسم كل الجسم وليس الرئتين رقم ثلاثة ألا وهي البطين الأيسر وعاء ينقل الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم رقم واحد نلاحظ هنا تكرار الإجابة لذا عدم التوتر في حالة تكرار الإجابة قد يحدث هناك في أسألة الامتحانات تكرار لبعض الأرقام فنلاحظ هنا الشريان الأبهر هو أيضا وعاء ينقل الدم المؤكسج إلى جميع أجزاء الجسم والآن أعزائي الطلبة بعد أن وفينا هذه المعلومات عن الجهاز الدوري أتمنى أن تكون قد استفدتوا واستعبتوا الجهاز الدوري بشكل صحيح ومتقن مع تمنياتي لكم بالتوفيق ونجاح نراكم في الدروس القادمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة